تتعدد مآسي حرب الميليشيا في اليمن فمن الموت الى الجوع بات المرض ايضا يحدق باليمنيين في ظل تفشي وباء الكوليرا منظمة الصحة العالمية اكدت ان عدد الحالات المصابة بوباء الكوليرا وصلت الى 11 حالة فيما بلغ عدد الحالات المشتبه بها الى 17 حالة المنظمة اعلنت في الثامن من اكتوبر تشجيل ثمان حالات اصابة بالوباء لاطفال في حي واحد في مدينة صنعاء تم حجزهم وعلاجهم في مستشفى السبعين تم اسعاف ثمانية من اسرة واحدة والاسرة تكون من الجدة وابنتها التي تفلق من العمر 28 عاما وتم ملك من الاولاد ستة اولاد ثلاثة اطفال توأم عمرهم سنة والبنات عمرهم من ستة وسبع وثمان سنوات واعتبرت منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف ان تفشي وباء الكوليرا يمثل اضافة الى بؤس ملايين الاطفال في اليمن الذين يعانون سوء التغذية حيث بات يشكل خطرا كبيرا على الطفولة في اليمن ما لم يتم احتوائه بشكل عاجل انهيار للوضع الصحي اذا يضاف الى قائمة تبعات الحرب التي جلبتها الميليشياء لليمن على نحو يؤشر بحجم المأساة التي ارتكبتها بحق اليمن واليمنيين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة